كمان الحكومة بتأكد برضو على إن الشواطئ العامة الحضائق العامة المتنزهات هتفضل مقفولة وهيتم النظر بقى إن شاء الله بعد عيد الأطحى كل سنوحاتكم طيبين ونشوف بقى يعني في موضوع محل دراسة إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستعبية للحضائق والمتنزهات ويعني فيه تفكير بقى إنه طبعا بالتزاكر وعشان يتحكموا كمان في مسألة العدد لكن ده كله إن شاء الله بعد العيد الكبير ونشوف إيه اللي هيحصل فيه لكن عندنا القرارات الجديدة اللي هي الخاصة بمد حوالي الساعة وزيادة الطاقة الاستعبية لـ 50% مدام اتكلمنا على العيد فإن شاء الله هيتم نقل صلاة العيد على الهواء مباشرة من أحد المساجد اللي هيتم اختيارها لكن ما فيش صلاة عيد في المساجد منعا للتجمعات ولا السحات ولا الكلام ده كله وها يعني خلاص هنسمع التكبيرات إن شاء الله يعني وهتبزع على الهواء وإن شاء الله على العيد اللي جاي بإذن الله تكون المسألة اختلفت ونرجع تاني لحياتنا الطبعية فده أهم القرارات اللي هتتنفس بداية من بكرة